حذرت الرئاسة الفلسطينية من العودة إلى مربع التصعيد والتوتر إذا استمر الجنود والمستوطنون الإسرائيليون في اقتحام الأقصى وحصار حي الشيخ جراح وطالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية تزامنا مع جولة لبلينكين في المنطقة طالبتها بالتدخل لوقف التجاوزات الإسرائيلية أهلا بكم كان هذا خبر حلقتنا ونناقش فيما وراءه ما أبرز الأفكار والرسائل التي يحملها الحراك السياسي الأمريكي والإقليمي في المنطقة في وقت تعاود فيه إسرائيل خروقها بالقدس والأقصى وأي عكاس عملي محتمل لهذه الجهود السياسية على استقرار الأوضاع وإعادة أعمار غزة وكبح اقتحامات الأقصى وفك الحصار عن حي الشيخ جراح وقف إطلاق النار لا يعني أن الاستقرار ثبت أقدامه في المنطقة مانعا تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية الخشية من العودة إلى المربع الأول تستند إلى عودة إسرائيل إلى سيراتها الأولى من خلال اعتقال مرتدين وموظفين في المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين باقتحام باحاته وكذلك الاستمرار في محاصرة حي الشيخ جراح والتلويح بطرد سكانه أوضاع هشة تتزامن مع جولة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وزيارة وفد مصري شاملة غزة وتل أبيب بلينكين شدد في مقابلة مع شبكة ABC الأمريكية على ضرورة الشروع في التعامل مع الوضع الإنساني الخطير في غزة وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أنه من المهم إشراك الجانبين لتحسين حياة الناس حتى يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش وفق ظروف متساوية في الأمن والكرامة كما أكد بلينكين التزام بلاده بمنح إسرائيل الوسائل للدفاع عن نفسها خصوصا تجاه الهجمات الصاروخية العشوائية ضد المدنيين حسب قوله في غضون ذلك عاد الوفد الأمني المصري مجددا إلى قطاع غزة قادما من مدينة راملة حيث التقى هناك الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي ووقف ما وصفها بالاستفزازات الإسرائيلية في القدس المحتلة والضفة الغربية إضافة لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإعادة أعمار قطاع غزة وترتيب البيت الفلسطيني وكان الوفد المصري قد بحث أمس السبت في غزة مع قادة حركة حماس تطورات وقف إطلاق النار ومطالب الفصائل التي تركزت على ضرورة وقف الاستفزازات الإسرائيلية في القدس والمسجد الأقصى كما التقى الوفد المصري مسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب للغاية ذاتها ترجمة نانسي قنقر هذه الزوايا وغيرها نبحثها مع ضيوفنا في هذه الحلقة معنا من لندن توبايس ألود وزير دولة البريطاني السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني ومن واشنطن معنا الدكتور شفيق الغبرة أستاذ العلوم السياسية مرحبا بكم توبايس ألود أنت كنائب في البرلمان البريطاني كيف ترى السبيل الأنجع لتثبيت الهدنة؟ نحن نتحدث عن هذا هو السؤال بالفعل الأكبر وهناك شيء شائع لطالما شهدناها جولة من العنف نصل إلى وقف لإطلاق النار وبعد ذلك المجتمع الدولي يقدم المساعدات الإنسانية ولكن إذا ما كنا نود أن نمنع هذه الأحداث من أن تتكرر يجب أن نتعاطى مع التحديات الصعبة للغاية التي تم تفديها في العقد الأخير نحن بحاجة إلى انتخابات فلسطينية بحاجة إلى قيادة جديدة وبحاجة إلى اتفاق بين حركة حماس وفتح للماضي قدما الإسرائيليون بحاجة إلى شريك للسلام وفي الوقت نفسه يتعين على إسرائيل أن تأخذ مسؤولياتها على محمل الجد وبالعودة إلى الاتفاق الأساسي ووعد بلفور الذي أدى إلى تأمين هذه الأرض لشعب إسرائيل المجتمع الدولي مشارك وأمل أن هذه الفرصة سوف تنتهز الماضي قدما وما الذي يجب فعله مع الطرف الإسرائيلي لأنك لم تذكر هذه المعضلة واليوم باتت إسرائيل تتلقى إدانات واسعة ويصف سلوكها مع الفلسطينيين بأنه سلوك دولة أبرتهايد ما من شك بأن إسرائيل كان هناك تساهل معها في السنوات الأربع الماضية بنى حكم دونالد ترامب الذي لم يبدأ أي اهتمام للوصول إلى حل عملية كان هناك خطوة تقدمية وهي اتفاقات أبرهام ويجب أن يهنع على ذلك وأعطى ذلك فرصة للمنطقة المسلمة لدعم الفلسطينيين للماضي قدما بتشكيل قيادة يمكن أن تحاسب وتكون ديمقراطية أكثر في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي الوقت نفسه يمكن المجتمع الدولي أن يشجع إسرائيل لكي تؤدي دورها لأنه طبعا عندما يكون هناك غياب للمشاورات وغياب لخارطة الطريق تسوء المشاكل أكثر بسبب المستوطنات وهذا لا يساعد أي جهة لذلك أنا آمل ونحن نتعامل مع المساعدات الإنسانية وهي التحديات الملحة الآنية يمكننا في الوقت نفسه أن نعود لكي نتناقش بحل نهائي لهذه المشكلة التي شهدت عليها أجيال وأجيال من المعاناة سيد توبايس تريد من المجتمع الدولي أن يشجع إسرائيل لكي تؤدي دورها أي تشجيع وأي دور؟ هناك احتلال نعم هناك احتلال لأن لدينا الوضع الذي فيه المنظور الأمني وهو المسألة الأكبر وعندما يكون لدينا حركة حماس وهي تطلق الصواريخ مستهدفة الأراضي الإسرائيلية بالتالي نعطي هذه أو نقدم هذه المسؤولية لإسرائيل كي تعتني بشعبها وهذا يأخذنا في الاتجاه الخاطئ يجب أن نقر أن الطريق الوحيد المضي قدما هو يقضي بالتعاطي مع الجانب الأمني إذا ما كان هناك مساحة للسلام يجب أن يأخذ ذلك بعين الاعتبار ولكن أود أن أشدد على أهمية الانتخابات لأنني لا أعتقد أن المسؤولين في حركة حماس وفي الضفة الغربية لديهم الصلاحية الانتخابات الأخيرة جرت منذ 16 سنة ونحن بحاجة إلى انتخابات جديدة نحن نتحدث عن جيل جديد من الشباب في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وهذا الجيل يود أن ينعم بالسلام والأمن ولا يود أن يكرر ما عاناه الآباء في العقود الثلاثة الماضية دكتور شفيق الغبرة نفهم من كلام سيد توبايس ألوود أن الاتجاه في الغرب هو الاتجاه التقليدي في التعامل مع الصراع في الشرق الأوسط يعني يبدو كأنه لم يتغير أي شيء بالنسبة لتفكير وتعاطي الغرب مع هذا الصراع هل هكذا هو الأمر أيضا بالنسبة للولايات المتحدة هل بهذه المفاهيم يصل غدا أنتوني بلينكين إلى المنطقة؟ برأيي نعم سيصل أنتوني بلينكين بمفاهيم تقليدية لن تقدم ولن تؤخر في حقيقة سعي المستوطنين لأخذ حي الشيخ للراح محاصرة القدس، اقتحام الأقصى، مسألة المعبد إسرائيل بأزمة حقيقية بين يمين ويمين أكثر تطرفا والمتطرف لديه أكثر تطرفا بين مستوطنين من اتجاهات مختلفة كل يزايد على الآخر الحقيقة في فلسطين لا يوجد طرفين يعني المساواة بين حماس وإسرائيل ليست في مكانها المسألة الرئيسية أن إسرائيل تمتلك ترسانة وجيش والأقوى في العالم حركة حماس هي نتاج الاحتلال، هي نتاج الظلم والاضطهاب وأيضا اليوم نتاج الحصار والتجويع وغياب أي حلول صادقة أو حقيقية لتخفف من هذا الأبرتايد الحالي إذن هناك أبرتايد كما ذكرت في سؤالك أبرتايد حقيقي في فلسطين في كل مكان في القدس، في الضفة الغربية بين فلسطيني و48 وفي غزة الحل هذا أن يسقط نظام الأبرتايد وبرأيي لن يسقط نظام الأبرتايد إلى نضال حقيقي مستمر على يد الجيل الحقيقي الصاعد الآن دكتور شفيق ما الذي يحمله باعتقادك أنتوني بلينكين إلى المنطقة من أجل تحت عنوان تثبيت الهدنة تثبيت الهدنة باختصار البحث عن المسألة الإنسانية محاولة تفريغ أكرر محاولة تفريغ النضال الفلسطيني الأخير من مضمونه الاجتماعي والسياسي والثقافي والإنساني هناك خوف من أن تتحول هذه الحركة إلى حركة حقيقية قادرة أن تواجه هذا الأبرتايد خاصة وأن اليوم الرأي العام العالمي في بريطانيا في أوروبا في الولايات المتحدة في أماكن كثيرة في العالم انقلبة بشكل كبير وأعتقد أن هذا الانقلاب سيستمر وقد يصل بالنهاية إلى فرض عقوبات لأنه أنتوني بلينكون يأتي ويقول تثبيت وقف اطلاق النار والبعد الإنساني ثم يقول سندعم إسرائيل لتدافع عن نفسها وهي الدولة التي تستطيع أن تهزم كل الدول العربية في مواجهة حرب والتي تستقوي على الشعب الفلسطيني الذي لا يملك الإمكانيات ويعيش الاضطهاد والنكبة كل يوم سيد توبايس ألود ما الرسالة التي فهمها الغرب وفهمتها أنت شخصيا كنائب في البرلمان البريطاني من وراء معاودة إسرائيل اليوم اقتحام بحاة المسجد الأقصى اعتقال الفلسطينيين في داخل المسجد الأقصى وتأجيل أي حسم في ملف حي الشيخ جراح نعم أنا عينت هذا الموضوع عن كثب أعتقد أن أخطاء ارتقبت من قبل الشرطة الإسرائيلية وأدت إلى هذه التوترات في محيط المسجد الأقصى وهو ما أدى إلى النزاع الأخير ولكن لو لم يكن هذا الحادث كان حادث آخر ليجري لأن هناك عداوة من كلا الجانبين ما من ثقة بين الطرفين وقد طبخض ذلك من خلال المشاركة العسكرية وعدد الصواريخ التي أطلقت بشكل عشوائي من قطاع غزة مستهدفة إسرائيل يحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها ولكن يصبح الأمر أصعب علي على مستوى البرلماني على مستوى البرلمان البريطاني بالإضافة إلى الكونغرس الأمريكي يصحب الأمر أصعب علينا أن نشجع إسرائيل العودة إلى المفاوضات عندما نشاهد حجم الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة من جانب حركة حماس سيد بايس أنت دائما تأخذ الموضوع إلى مكان آخر في النقاش إلى مكان آخر أنا أسألك عن نظرتك إلى الرسائل من وراء عودة إسرائيل إلى اقتحام بحات المسجد الأقصى وعدم الحسم في ملف حي الشيخ جراح رغم أن كل عواصم العالم دعتها إلى وقف هذا السلوك لأنه يشكل انتهاك للقانون الدولي وللأبسط حقوق الفلسطينيين على هذا المستوى كيف تقرأ الرسالة وماذا أن تفاعل كنائب في البرلمان البريطاني نعم هذه أسئلة مهمة للغاية أن هذه الفرصة فرصة وقف إطلاق النار يجب أن تتطرق إليها كما أشرت هناك أمور تؤدي إلى إطلاق الشرارة في مرات متعددة ولا تسمح للمشاورات والمفاوضات أن تبدأ نعم تفضلت بنقاط لكن سيد توبايس سيد توبايس لو سمحت لي هذه ليست أمور تحدث خصوصا فيما يتعلق باقتحامات بحات المسجد الأقصى هذه ليست أخطاء فردية من الشرطة هذه قرارات تتخذ على مستوى الدولة مستوى دولة إسرائيل ماذا تقرأ في ذلك خصوصا وأنها أدت قبل أحد عشر يوما إلى هذه الحرب التي رأيناها أنا قرأت التفاصيل وأنا فهمت تسلسل الأحداث بطريقة تالية الشرطة وضعت الحواجز لتدقق وكان هناك رد من الطرف الآخر بحسب فهمي تم التعبير عن ندم الشرطة لتصرفها بهذه الطريقة ولكن دعونا نبتعد عن هذه الأحداث الفردية لأنني كما سبق وأسلافت لو لم نكن نتحدث عن هذا الحدث بنفسه كنا نتحدث عن أمر آخر نحن نتحدث عن زاعة تختار هذا غير صحيح لم يبدي أي طرف إسرائيلي ندمه على ما حدث في المسجد الأقصى وحتى الآن يتم النظر في موضوع إزالة المكعبات الإسمنتية التي تمنع الأهالي من الدخول إلى حي الشيخ جرح ويتم تأجيل هذا الأمر على مستوى المحكمة في إسرائيل لكن ربما لم تعلم أن اليوم تجددت هذه الاقتحامات في المسجد الأقصى واليوم تجددت هذه الاعتقالات في بحة المسجد الأقصى ماذا تقرأ من وراء ذلك من طرف إسرائيل نحن نركز على المسجد الأقصى في هذا النقاش وأنا أعرف أنها مسألة أساسية بالنسبة إلى المسلمين والقدس بشكل عام هي نقطة الارتكاز للديانات الإبراهية الثلاثة ولكن أود أن أطلب منكم أن نركز على الصورة الأشمل نعم نحن نشهد توترات من الجانبين وأيضا من الجانب الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى وهذا ما أدى إلى إطلاق شرارة النزاع الأخير ولكن نحن بحاجة إلى المضي قدما نحن بحاجة إلى مفاوضات تنتهز فرصة وقف الأعمال العدائية وهذا يعني العودة إلى القواعد السابقة حول السلوكيات في المنطقة المحيطة بالأقصى وأيضا الأردن هذا أمر يعنيه كذلك دكتور شفيق الغبرة ما رأيك يعني يريد السيد توبايس ألوود أن ننضي قدما وأن لا نركز على هذه المسألة مسألة الاقتحامات في المسجد الأقصى وأزمة حيئة شيخ جراح يعني خلافي مع السيد توبايس أنه هو يتحدث دائما وكأنه هناك جانبين هناك جانب يحتل هناك جانب محتل هناك جانب يقتحم وجانب يقع عليه الاقتحم هناك جانب يأخذ منزله تأخذ أرضه يستوطن في كل قطعة أرض له تأخذ مياهه يمنع من التحرك يمنع من العمل يعيش البطالة نتيجة الحصار الاقتصادي هناك جانب مفصول معزول مضروب عليه كل أنواع القمع يعامل في دولة إسرائيل إن كان مواطنا العشرين بالماء من فلسطيني وثمانة وعربين كدرجة ثالثة ورابعة وخامسة في الضفة الغربية تعرفون الوضع في الغزة تعرفون الوضع في الخدس تعرفون الوضع ليسوا جانبين متساويين كما أنه لم تكن لم يكن البيض والسود في جنوب أفريقيا متساويين نقول جانبين ولا في أرلندا الشمالية وبريطانيا العظمى متساويين ولا بين الاستعمار في السابق والشعوب المستعمرة متساويين ولا في الجزائر بين فرنسا وبين الشعب الجزائري في حينها في نضاله متساويين لا يمكن أن نساوي بين هؤلاء الاثنين أنت تأخذ منزل والآخر يأتي ليأخذ منزل ليس له هنا الإشكالية الأعمق التي تفجر كل شيء وتخلق كل أنواع التطرف وتضعنا جميعا في مهلكة من هذا الصراع التاريخي دكتور شفيق الخارجية الفلسطينية رأت أن تجدد الاستفزازات الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى وفي موضوع ملف حي الشيخ جراح هي متعمدة قبل زيارة بلينكين ما رأيك بهذا الكلام؟ أتفق نسبيا أنا لست متفقا مع السياسة العامة لكثير من أطرحات الخارجية الفلسطينية الرسمية في رمالة لأنها لا زالت تراهن على إمكانية أن تقوم الوريات المتحدة بعمل حلول الحل بالنضال الحل بالقيادات شابة تقوم بأخذ هذا النضال الرئيس ريغان كان بيغان يستفز الرئيس ريغان إسرائيل دائما لديها الإشكالي لأن إسرائيل لديها مشكلة أعمى إن تراجعت عن كل هذا ماذا سيقع بين المستوطنين ماذا سيقع ضمن الحكومة لندرس الوضع ضمن الحكومة الإسرائيلية المستوطنين بالحكومة الإسرائيلية المستوطنين 800 ألف بين القصف وبين الضفة الغربية التراجع عن هذا أيضا من جانب الإسرائيلي سيخلق صراع أهلي كبير بين تيارات نتنياهو الذي يطمح للاستمرار في الكرسي لن يقوم بهذا يستفذ ويؤكد ويثب الصراع طويل النضال طويل وعلى الشعب الفلسطيني هنا أن يحضر نفسه اليوم في جيل جديد يكتشف نفسه يكتشف قضيته من بنا البداية وهناك جيل عالمي شاب جديد حتى بين يهود الوريات المتحدة أراه بوضوح يكتشف اليوم أن هناك ظلم كبير أعتقد أمامنا مرحلة طويلة من النضال ضد هذا الأبرتايد وهذا الاستيطان وهذا التمدد الصهيوني الإسرائيلي المستمد طيب دكتور شفيق ماذا عن الدور المصري في هذه المرحلة ماذا نفهم من وراء استمرار الوفد المصري في لقاء مختلف الأطراف في هذه المرحلة أعتقد أن مصر تسعى لاستعادة بعض الدور الذي فقدته في المرحل السابقة خاصة مثلا في حرب 2014 حول غزة أن مصر أيضا تكتشف أن تم محاضرتها في سد النهضة وبالتالي المؤسسة الأمنية المصرية برأيي تسعى لأن تتعامل مع وضع يعيد لها لأنه غزة جزء من الأمن القومي المصري ومن هنا التلاقي ومن هنا إمكانية دور إيجابي نسبيا في هذه المرحلة سيد توبايس ألوود أنتم في بريطانيا كجزء من الرباعية الدولية هل بوارد تغيير التعاطي مع ملف أزمة أو الصراع في الشرق الأوسط تغييره عن مكان سائدا في السابق لأن التعاطي معه في المرحلة الماضية وأنا أتحدث منذ بداية عملية السلام إلى اليوم هو ما أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه كما يرى البعض نعم تطرقتم إلى سؤال مهم بالنسبة إلى إمكانية تغيير المقاربة تغيير التوجه من جانب المجتمع الدولي بالنظري إلى ما حصل الآن وأود أن أعبر عن تعاطفي مع الدكتور فيما تفضل به لأن إسرائيل لم تحاسب بالشكل الذي نود أن نراه بالضغط باتجاه حل الدولتين ومسألة الاستطان والقوانين المرتبطة بالبناء وإلى ما هناك كل ذلك يؤدي إلى توترات أنا أقر بذلك ولكن التحدي بنسبة إلى إسرائيل هي أنه بحاجة إلى شريك للسلام وقد ذكرت ذلك في السابق والأمر يشكل إشكالية أن نتحدث مع الفلسطينيين عندما يكون هناك انقسامات على مستوى الداخلي بين حماس وفتح وهذا ما نحن بحاجة إلى أن نعمل عليه إذا ما تحدث الفلسطينيون بصوت موحد وتأكدوا من أن مسألة الأمنية هي محلولة لأنه طالما أن المسألة الأمنية قائمة من صوت ما كان أن ندعو إسرائيل طولة المفاوضات لأن مبعث القلق الأساسي هو حماية المواطنين الإسرائيليين وهذا خطو إسرائيل ولكن سيد توبايس كل هذه القضايا التي تتحدث عنها هي بالنهاية نتيجة نتيجة للاحتلال نتيجة للتصرف الإسرائيلي مع الفلسطينيين نتيجة لسياسات الأبارتهايد كما وصفتها هيومن رايتس واتش وبتسالم الإسرائيلية هذه نتائج نعم ولذلك أعتقد أن ما نقوله اليوم يختلف قليلا أولا على مستوى العربية الإسرائيلي هناك نقلة لم نراها في السابق وذكر الدكتور أمرا مهما هناك تغير على مستوى الكونغرس وعلى مستوى البرلمان هناك الرغبة لتطرق إلى هذا الموضوع بتشجيع وبعزيمة أكبر للضغط باتجاه حل دولتين دكتور شفيق الغبرة لا أريد أن أنهي هذه الحلقة من دون أن أسمع رأيك في أين تتجه الأمور باعتقادك باختصار نعم أنا لا أرى أن حل الدولتين هو القائم في المرحلة القادمة إسرائيل قضت على حل الدولتين والحديث عنه عند عدد من الدول هو إطار لا يسعى لحل حقيقي المشكلة اليوم هناك احتلال هناك أبرتايد هناك قمع هناك حصار هناك قتل هناك تجويع هناك معاناة معاناة حقيقية في كل فلسطين التاريخية إسرائيل تسيطر على كل فلسطين التاريخية وعددهم ستة ملايين والشعب الفلسطيني عدده أكثر من ستة ملايين على فلسطين التاريخية لابد من حل ولكن هذا الحل لم يأتي في ظل هذا القمع وهذا الإرهاب والإستيطان والتمدد هذا جوهر الموضوع وأعتقد الرأي العام العالمي الشاب هو الذي يتغير وأعتقد إسرائيل بحاجة إلى عقوبات شكراً جزيلاً لك الدكتور شفيق الغبر أستاذ العلوم السياسية من واشنطن على هذه المشاركة معنا وشكراً لتوبايس ألود من لندن وزير الدولة البريطانية السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس لجنة الدفاع في مجلس العموم البريطاني نهاية هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر نلتقي بإذن الله في قراءة جديدة في ما وراء خبر جديد شكراً لمتابعتكم إلى اللقاء